أهلا بكم على الرغم من تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنائبته كامالا هارس لترشح بدلا منه إلا أنه لا يوجد بروتوكول خلافة لتذكرة الرئاسة كما هو الحال مع منصب الرئيس نفسه أي سيتعين على هارس الفوز بأغلبية الأصوات للمندوبين مثل أي شخص آخر ويعتبر الاجتماع العام للحزب بين الفترة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من أغسطس هو الموعد النهائي لإعلان مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية بنحو خمسة وسبعين يوما فقط وهو ما يجعل المرشحة للرئاسة في وضع صعب لكسب تأييد الشعب الأمريكي في فترة قصيرة الديمقراطيون يعتزمون إعداد التصويت الافتراضي مع المندوبين لإجراء تصويت على المرشحين للرئاسة وذلك قبل انعقاد مؤتمر الحزب ووفقا لخطة الحزب سيتم إعطاء المندوبين إشعارا قبل 24 ساعة من بدء التصويت وسيتم التصويت عبر بطاقات اقتراع رقمية ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى المندوبين وفي هذا الصدد لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحزب سيستمر بخطة التصويت عن بعد أو سيلغيها ويسمح بإجراء التصويت الرسمي في قاعة المؤتمر وفيما يخص ترشيح هاريس فوفقا لقواعد الحزب فأن نائبة الرئيس الأمريكي قد لا تكون المرشحة الوحيدة بديلا عن بايدن لأنه على من يرغب في تقديم نفسه كمرشح للرئاسة تلبية متطلبات معينة منها جمع ما لا يقل عن ثلاثمائة توقيع من أصوات المندوبين عن الولايات بدورهم يعتبر المندوبون الحلقة الأهم للوصول إلى السباق الرئاسي وهناك مجموعتان منفصلتان من المندوبين الأولى يبلغ عددها ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعين مندوبا متعهدا أي تعهدوا بالتصويت لمرشح الحزب السابق وهو جو بايدن أما المجموعة الثانية فتعرف بالمندوبين الفائقين أو الكبار ويصل عددهم إلى نحو سبعمائة وخمسين مندوبا وهؤلاء هم الأفراد الذين يخدمون كمندوبين بحكم مناصب رفيعة أخرى أو يشغلونها أو شغلوها سابقا سواء في الحزب أو الإدارة الأمريكية نفسها وهؤلاء المندوبون أحرار في التصويت للمرشح الذي يختارونه ولكن في الظروف العادية لا يمكنهم التصويت في الاقتراع الافتراضي إذ يمكن لتصويتهم أن يؤثر على نتائج الترشيح في حال عدم توافق المندوبين خلال الاقتراع الافتراضي فمن المرجح أن يكون مؤتمر الحزب في أغسطس مفتوحا للأعضاء كافة لإجراء انتخابات داخلية بين الأعضاء وأعلان الحاصل على أعلى تصويت كمرشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية من أبرز الأسماء المتنافسة أو المنافسة لكاميلا هاريس حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوس هوم الذي يتميز بشعبية قوية داخل ولايته كما نجح في الصمود أمام محاولات عزله من منصب حاكم الولاية عام 2021 كذلك غريتشين ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان والتي تصدر اسمها عنوين الأخبار قبل أربعة أعوام بعد تخطيط لجماعات يمينية متطرفة لخطفها اشتركوا في القناة